كما قلنا أخبار فريل أول لكرة اليد والناشئين برضو في سيدات هلقول نفس الكلام فريل أول لكرة اليد سيدات بيفوز على الظهور بنتيجة 31-18 الشهوط الأول كان انتهى بتقدم الأهلي 16-10 وبعد كده انتهت المباراة 31-18 الماضي كانت لعب أول مبارح على صدر الأمير عبدالله الفصل بأهل الجزيرة وبكده الأهلي بيزود رصيده ل86 نقطة بيحتل بيها الصدارة ويجي بعدين نادي الشمس بفرق سبع نقاط كاملة واللي بيجي في المركز الثاني وبعدين في المركز الثالث بفرق 8 نقاط نادي سبورتينج فرقتنا كده فضل لها 3 مطشاط المعادي سموحة الشمس خلينا أقول لكم ان بالشكل العام كده الأربع فرقة يمكن يتحدده بشكل كبير الأهلي زي ما قلنا الشمس سبورتينج وهيبقى فيه فرقة رابعة عشان هيخدوا الأربع فرقة دول هيلعبوا السوبر دوري رايح جاي عشان يحددوا السوبر الحقيقة الفرقة دي الحمد لله ماشى كويس كابتن يحيى يوسف المدير الفني تولى المسؤولية في بداية الموسم ويمكن كان الموسم اللي فات برضو في نصه بعد العودة من كورونا فالحقيقة كان عنده مهمة كبيرة انه يقدر يعد جيل جديد يقدر يحافظ على البطولة خمس ست سنين قدام هما ماشيين الحمد لله كويس جدا وهنتبع أخبارهم بإذن الله هنروح لناشئات كورة الياد موليد 2002 زي برضو ناشئين لما جبنا أخبارهم الحقيقة هزموا الجزيرة وطبعا صعدوا لربع انهاء كأس مصر لناشئات كورة الياد طبعا فريق موليد 2002 هزم طبعا الجزيرة 35-13 نتيجة كبيرة يعني والمطش كانت لعب من أيام على صالة الأميرة عبدالله الفيصل بأهل الجزيرة الأهل في الدور الثمانية ان شاء الله يقابل نادي الشمس ومطش مش سهل كاميرا الأبطال كانت موجودة في المباراة وسجلنا التقييد نتفرج عليه ونرجع لحضرات كوتين